موسيقى جاء تصريح وزير الأمن الإسرائيلي أفيكدور ليبرمن ليفاعل الخلافة اللبنانية الإسرائيلية على النفط وكان ليبرمن قد أعلن أن البلوك 9 تابع لإسرائيل وهو ما استنفر لبنان الرسمي فرأى رئيس الجمهورية أن هذا الكلام يشكل تهديدا مباشرا للبنان ولحقه في ممارسة سيادته الوطنية على مياه الإقليمية أما رئيس الحكومة سعد الحريري فقال أن هذا الادعاء باطل شكلا ومضمونا وهو يقع في إطار سياسات إسرائيل التوسعية وأكد أن الحكومة اللبنانية ستتابع خلفيات هذا الكلام مع الجهات الدولية المختصة لتأكيد حقها المشروع في التصرف في مياهها الإقليمية رئيس مجلس النواب نبيه بر نبه بدوره من هذا التصريح تصريح ليبرمن استدعى اجتماعا طارئا للجنة الأشغال العامة والنفط أصدر بعدها وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل موقفا في هذا الخصوص ونحن من هون نقول أنه هذا الكلام هو اعتداء موصوف على الحقوق اللبنانية هذا اعتداء يزاد على سلسلة الاعتداءات والارتكابات اللي عم ترتكبها إسرائيل بحق لبنان ونحن لن نرضى أنه أحد ما يفرض علينا أي قيود في ممارسة حقنا السيادة باستغلال مواردنا النفطية ولبنان سوف يستعمل كل الوسائل المتاحة لحماية الأنشطة البترولية في المياه البحرية اللبنانية وسوف يقوم بكل الإجراءات اللازمة لدرء هالاعتداء يلي أعلن عنه اليوم الوزير الإسرائيلي الموقف الذي نعلنه الآن هو موقف مبدأي هذا عائد للحكومة أصلا رئيس الحكومة صرح من حيث هو في تركيا بموقف رسمي للحكومة ونحن أكدنا أنه متفهمين المجلس سويته إيه طالة قبل توقيع العقد مع الشركات ما بيغير شيء الأمم المتحدة كانت قد راسلت لبنان وأبلغته اعتراض إسرائيل وجاء رد وزير الخارجية جبران باسيل الذي لم يعلنه سابقا موضحا لموقف لبنان وكانت وزارة الطاقة قد حددت تاسعة من شباط موعدا لتوقيع عقد تلزيم استدراج النفط في البلوكين أربعة وتسعة مع تحالف شركات توتال الفرنسية وإني الإيطالية ونوفاتيك الروسية أنا بحب لكم حفل التوقيع حاصل في تسعة شباط وأنا أعلنت أنه الشركات استكملت كل الوسائق وكل الملحقات وأنا قمت بواجبيتي بالتوقيع بالمهل المفروضة علي الشركات ملزمة بالعمل بالتوازي في البلوكين والشركات ملزمة بالحفر الاستكشافة سنة 2019 بالبلوكين وبشكل متوازي حزب الله المعنيوم مباشرة بالصراع مع إسرائيل كان لنائبه نوافل موسى وتصريح خاص بهذا الشأن هل هو إعلان حرب على لبنان؟ هل هناك تخوف من هذا الإطار؟ إعلان الجانب الإسرائيلي أن هذه المنطقة هي من ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة هو اعتداء أكيد على الحقوق اللبنانية واللبنانيون لن يطفوا مكتوفيه لأيدي الوضع السياسي بالبلد والإشكال على سلاح حزب الله يجب أن نبدو في موقف موحد حيال الاعتداء الإسرائيلي اليوم لدينا عدوان بالسياسة وعندنا عدوان بالإعلام وعندنا عدوان بالقانون هذه الاعتداءات يجب أن تواجه بموقف لبناني ووطني موحد وهذا ما ننتظره من الزب حزب الله سيدافع عن البحر كما دافع عن الأرض سماحة الأمين العام كان دائما واضحا في هذا الشأن أن المقاومة لن تسمح بالاعتداء على الحقوق اللبنانية مصادر خاصة من أحدى السفارات المرتبطة بتحالف الشركات الملتزمة أكدت للجديد أن الشركتين الأوروبيتين تتجهان إلى عدم السير في الحقل التاسع وأن العمل سيبدأ في الحقل الرابع والعبرة تكمن في إلزام التحالف مباشرة العمل في الحقل المتنازع عليه وليست في التلزيم وحسب هادي الأمين قناة الجديد ترجمة نانسي قنقر